طرق نوفل هل تعتبر نتائج الأهلي في هذه الفترة فترة التوقف مطمئنة نوعاً ما لجمهورة قبل مراحل الحسم شوف صعب أنك تحكم على أي فريق في الوديات يعني لا يمكن أن أقول أن الهلال خلاصة الآن أقول لك أنه حسم كل شيء بسبب أنه نتائجة كلها إيجابية في فترة التوقف في الوديات التوقف أطلاقاً ولا يمكن أن أقول أن الشباب سيقدم أسوأ لنتائج لأن نتائجة في الوديات لم تكن إيجابية أو كذلك الاتحاد لم يحقق انتصارات في الوديات الوديات أصلاً لازم نفهمها أنها عملية تجربة وتجربة أكثر من اسم وتجربة طريقة معينة أعتقد أن الوديات الأخيرة هذه ودية الديربيات أنا أشوف أنها خاصة مع الاهتمام بإغلاق كل شيء أعتقد أنها المواجهات الأخيرة للفرق المشاركة نعم أنا هو شيء حي إدارتي للاتحاد والأهلي ونقول أنه هذا الشيء يصير في الدوريات العالمية في الفرقة العالمية التي تقعد تلعب خاصة في بداية تشوفها هي في البداية دائما تصير ما تصير في نهاية الموسم لأنه لعب الرتم عالي والتنافسية العالية قد تتسبب بعض الإصابات لو سببت إصابات خاصة تتكلم عن الأهلي اللي عنده مشاكل كبيرة جداً وكذلك لا ننسى كذلك الاتحاد اللي عنده مشاكل ليقي أو ما عنده استعداد يخسر أي لاعب في هذه المرحلة إذن تحدثنا عن الأهلي والاتحاد الأهلي ابتداءاً الأهلي أنا متفائل جداً أنه لن يهبط لن يهبط أنا أنا الأهلي مستبعد من زمان لن يهبط وأكرر لن يهبط وسيقدم مباريات الثنتين الأخيرة ستكون خاصة مباراة المقبلة أمام الرائدة ستكون هي مباراة النجاح تسميها ونهاية الكابوس الأهلاوي أتحدث عن الاتحاد والاتحاد مهما قدم المستويات سيئة أو لم يحقق انتصارات لكن أنا متفائل أنه وجه الاتحاد حيكون أفضل بكثير من قبل التوقف سيقدم مباريات كبيرة أنا أثق في الاتحاد وأثق في هذه المجموعة لا أرشحه أنه يكون بطل ولا أدخل في مرحلة التعشيم ومرحلة التخدير لا لابداً ما هي اللعبة أنا أقول لك يا الاتحاد سيكون أفضل بكثير من قبل فترة التوقف أما الهلال أنا أشوف أنه مستوى فيه تصاعد حتى وأن كانت النتائجي ما يمتعكس ولكن هو مستوى متصاعد خاصة وأنه ميشيل قاعد يقدم مستويات كبيرة أنا شفت لقطات بعض اللقطات المسربة من بعض الأخوان اللي صوروا المباراة عبر جوالاتهم شفت لقطات ميشيل ما هو طبيع أبداً كافي المباراة نتحدثنا عن الجانب الشبابي اللي أنا أشوف أنه قدم مستوى جيد نوعاً ما ولكن نقطة الاستفهام أو علامة الاستفهام الكبيرة كانت في حراسة المرمى ما كان نتائج في الفترة الأخيرة في أهداف كثيرة تأجي المرمى في مستوى فواز القرني مستوى ما هو مستوى السابق لأول مجام الاتحاد مستوى هابط بكثير لدرجة أنه الجمهور الشبابي المدرجة الشبابي الآن بدأ يصرح على نية أنه إذا كان هذا مستوى فواز فالأفضل أن يتم جلب اللاعب الثامن الأجنبي يكون حارس مرمى ما هو نفس الحارس اللي كانوا الشبابين يمتدحونه في أول ثمان جولات عيب النهاية الإنسان ما هو عالي أبو لطيفة وكمان الإنسان الحارس أنا ما دافع عن فواز لكن أنا دافع عن حالة أبو محمد الحارس كم مدافع جاء قدامه وكم لاعب تغير من اليمين للإيسار خلال مباريات الماضية كم مرة المحور إن داي يلعب ما يلعب أتفق معك على أنه أهم أهم لا قبل الأهم أهم شيء في الدفاع عنه الحارس واللي قدامه اثنين مدافعين اثنين يكونوا مستمرين ومتواجهين بشكل كامل يعني أنا أتحدث على أنه فترة الشتوية عندما كان الشباب أحمد شرحيلي وإيغور مع الحارس كان إيغور نعم إيغور كان شباب دفاع ومتين لأنه خلاص تفاهمه كل واحد يعرف عيوب الثاني يعرف متى هذا وش نقاط الضعف وش نقاط القوة في زميله فكانوا كمجموعة مكملين بعضهم لكن مثل ما ذكرت أنه كثرة التغيير تؤثر على المنظومة الدفاعية اللي هي ممثلة كذلك بالحارس اللي من ضمنهم لكن في النهاية أتكلم على أنه فواز الآن في مستوى هبط شوي لابد أن يراجح حسابات خاصة ما بقل أمبرتين والخانة شباب مضمونة أقل شيء الرابع نتمنى الثالث للشباب لكن لابد أن يراجح حسابات أعتقد أنه فترة الجاية فترة حتكون فيها عدة حسابات للكبتن فواز أنا أتمنى من وجهة نظري بقى فواز القرني هو الحارس الأول ولكن يشد حيني شوي بقى فواز القرني هو الحارس الأول